المنطلقة معنا في هذا الانطلاق تستمر الفعاليات والمركز الاول مباشرة واول المنطلقين اتخان لسيد محمد بن فاران بن عتيق الابريد المري يتصدر هذه الجموع الغفيرة ولكن نقلتنا على المركز الثاني من يتجاوز ويسحب عرش المقدمة من تحت ياخف اتخان هذا هو ايضا شكلان لمحسن بن عميران بن بجاش بن عايض الف هيدا يغير شكلان الى المقدمة والى صدار المركز الثالث يصل ثمين لعبد الهادي بن محمد بن عبد الهادي بن جابر البريدي بطموحاتي وامالي اهالي المصلال في هذا الصباح ينطلق ثمين على المركز الثالث المركز الرابع انطلاق مميز واندفاع من اشعب لمحمد بن جابر بن جار الله النابت المري ينطلق مع اشعب يغير معه الى المركز الثالث ودخول وانطلاق من قبل مرسوم لعلي بن سعيد بن محمد بن طفلة المري يغير مرسوم الى المركز الثالث هذه الخمسة نجوم الخمسة المراكز الاولى التي تتقدم هذه الاعداد الهائلة ولكن نعود مباشرة بعدما سردنا المراكز الخمسة الاولى الى شعار بن عميران الى هذا الانطلاق الجميل مع شكلان محسن بن عميران بن بجاش بن عايض الى فيدة والكيلومتر الاخير الكيلومتر النهائي يصل في هذه اللحظات مهيض صالح بن محمد بن مبارك بن جهويل الجهويل المري ينطلق مع مهيض الى صدارة الشوط الى المركز الاول المركز الثاني شكلان ينطلق الان ينطلق شكلان بشعار السيد محسن بن عميران بن بجاش بن عايضة الفيدة أيضا ثمين قادم أهالي من مصلال قادمين مع ثمين عبدالهادي بن محمد بن عبدالهادي بن جابر لبريدي المركز الرابع أول يداع وأول انطلاق من قبل الطاغي فهد بن محمد بن فهد بن سعيد القريصي بينما المركز الخامس الله يا السلام الهلالي سعد بن عبدالله بن سعد بن مبارك السويدي يصل شعار السويدي ولكن عودتنا إلى الصدارة مع الأمتار الأخيرة اللحظات الأخيرة مهيض صالح بن محمد بن مبارك بن جهويل الجهويل ينطلق مع مهيض على الصدارة يطير مهيض بهذه النقطة بهذا الناموس الصباحي وياهل القعدان خلاكم مهيض في مكان كلكم ما ترغبونه الله يا السلام انطلق مهيض صالح بن محمد بن مبارك بن جهويل الجهويل ينطلق مع المقدمة بعرض ممتاز بانفراد كبير شعار السويدي يحاول محاولات جادة وعنيفة ولكن خلاص خلاص قفلها بن جهويل مع مهيض وسلوم سلوم للسيلية سلام سلام يا بن جهويل على هذا الأداء الممتاز صالح بن محمد بن مبارك بن جهويل الجهويل ينتزع نقطة هذا الشوت المركز الثاني كان من نصيب الهلالي لسعد بن عبد الله بن سعد بن مبارك السويدي المركز الثالث الطاغي لأسيد فهد بن محمد بن فهد بن سعيد القريس المركز الرابع كان ايضا انطلاق الحصان لعلي بن ناصر بن عبد الله الحميدي بينما المركز الخامس كان من نصيب ثمين لعبد الهادي بن محمد بن عبد الهادي بن جابر أيلو بريدي